ما تعريف الخلق أو الأخلاق لغة واصطلاحا نبدأ مع الأستاذ أيمن الملك تفضل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سيد الكريم الخلق لغة هو الدين والطبع والسجية وأيضا يمكن أن نقول الخلق أو الخلق بسكون اللام كلاهما صحيح أما اصطلاحا وهذا ما أريد أن أركز عليه فهو نتاج اجتماع الغريزة والفكر وحرية الإرادة إذا اجتمعت الغريزة مع الفكر ومع حرية الإرادة أصبح هذا الناتج يسمى خلقا فإذا مثلا كانت الغريزة لوحدها بدون فكر كما هو الحال في الحيوانات لا يسمى أفعال الحيوانات لا تسمى أخلاقا سلوك الحيوان لا يسمى خلقا لا نقول عن العصفورة وديعة لأنها هي طبيعتها ولا نقول عن الأسد شجاع لأن هذا طبيعته غريزته هذه غريزته تخلو من الفكر هي غريزة خالية من الفكر وبالتالي أيضا خالية من حرية الإرادة فلذلك لا يسمى خلقا إذا لابد من اجتماع الغريزة والفكر وهذا يجتمع في الإنسان فقط وحرية الإرادة والاختيار حتى يكون الفعل خلقا الآن قد يكون هذا الناتج الذي يحصل بمزيج هذه المكونات الثلاث قد ينتج فعلا ذميما أو فعلا حسنا فيكون خلق حسن أو خلق ذميم الآن ما هو الخلق الحسن وهذا أيضا أريد أن أركز عليه في إجابتي الخلق الحسن هو عندما يكون هذا الناتج ناتج امتزاج الغريزة مع الفكر وحرية الإرادة أن يكون هذا الناتج منسجما ومحمودا شرعا وعقلا وأيضا موافقا للصفات الإلهية إذا كان الفعل الذي يقوم به الإنسان نتيجة فكره وغريزته وإرادته الحرة هذا الفعل موافق ومنسجم ومحمود عقلا وشرعا بحسب شرعنا الكريم الذي هو يبين إرادة الله تبارك وتعالى وأيضا موافق للصفات الإلهية حينها يصبح هذا الخلق خلقا حسنا هذا جميل أيضا هذا بينه حضرة المصلحة الموعود رضي الله عنه هذا أمر ملفت وجميل وقد أضاف للتعاريف الموجودة هناك تعاريف كثيرة فلسفية وفي علم النفس في علم الاجتماع أيضا إخواننا المسلمين باختلاف شرائحهم أيضا فلاسفتهم وضعوا التعاريف وتحدثوا في هذا الأمر كثيرا مثلا الصوفية ترى أن الأخلاق الحسنة هي الملكة الراسخة في النفس تصدر عنها الأفعال الجميلة والمحمودة عقلا وشرعا يقول المسلمين هذا جميل ولكن هذا ينقصه أن توافق هذه الأفعال إرادة الله تبارك وتعالى وتوافق وأن تكون حرة أفعالا حرة وأيضا هناك أمر لابد من الإشارة إليه ومهم هنا في منطلق هذه الحلقة حتى نعلم ما هو الخلق الذي سنتحدث عنه وهو الأخلاق هي أفعال الإنسان فيما يتعلق ببني البشر أما أفعال الإنسان فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى فهي الروحانية يعني إذا كان الإنسان صادقا مع الناس هذا الصدق يسمى خلقا ولكن الصدق مع الله تبارك وتعالى هذا الصدق يسمى روحانية واجتماع الأخلاق والروحانية في الإنسان هو من تمام إيمانه وتمام تقواه وكماله فباختصار هذا هو الخلق تواصلوا معنا عبر العناوين التالية